ليس هناك من وسيلة سهلة كالفن يمكن لها أن تنشر السلام وتعزز من أواصل الترابط بين الشعوب وانطلاقا من هذه القاعدة أقام مكتب وزارة الثقافة في المكلة حفلا فنيا واستعراضي يجمع بين الفن الحضرمي التراثي ونظيره العماني هذه الفعالية جاءت على عجالة اعتباء بالأخوة القادمة إلينا من سطر عمان ونحن إن شاء الله في المكلة التقافة خططنا أن نوضع العلاقات مع دول خليج أجمع والدول العربية وأن نحدو حدو الدول التي تحاصل على تراثها وعلى قيمها وعلى هويتها كذلك سوف نبج رسائل للعالم أن حضرموت تعيش الأمن والأمان وأكبر نليل على ذلك وجود أرض المزيونة من عمان إلى أرض حضرموت ومشاركته بحفل هذا اليوم الحفل الفني الثقافي والذي جاء في إطار التبادل الزيارات الفنية والثقافية بين بلادنا وسلطنة عمان أبرز العديد من الوصلات القنائية التراثية والرخصات الشعبية السائدة في كل البلدين ومنها ما قدمته فرقة المزيونة العمانية من الرغصات فلكلورية مثلت لوحة فنية مصغرة عن الموروث الثقافي لأبناء السلطنة الرغصات قدمنا رغصة الربوبة ورغصة الشرح والبرعة وباقي رغصة المزمار البرعة على فكرة في مسمى البرعة التي هي موجودة باليمن عطقادا رغصة الفرعة لكن يختلف الأداء واليقاع بين منطقة وأخرى والفلكلوري مش شبه فيه شبه بين الحضارم وبين اليمن وعمان وصعاما جاء وكانت تنافس الإبداعي الملفت بين الفرق الراقصة على تقديم أفضل ما لديها قد أسهم في إشعال حماس الجمهور الذين تمايلوا طربا على وقع أنقام الموسيقى التي وكما كانت قديما تبقى أدق لغة للتواصل بين الشعوب محمد اليزيدي لقناة بلقيس المتنى